السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفضل أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم الأحد 31 مارس ساعة العاشرة بتوقيت الجزائر العاشرة طبعا عشرة مساء وهذا حديثي إليكم وفيه تعليق أساسي على الخبر اللي سمعته قبل قليل يحاول ما يسمى بالحكومة الحكومة البداوي حكومة الجديدة روني موجود على الفيسبوك وعلى اليوتيوب في نفس الوقت شفت باللي كان بعض التعليقات كانت تبدو غاضبة بعض التعليقات تبدو متشنجة أخرى تبدو يائسة واستعجبت يعني لماذا يعني أصدقكم القول هذا أفضل خبر منذ أيام منذ أيام طويلة أو عديدة هذا أفضل خبر خبر حكومة بدوي ولعل الناس اللي يتابعوني يعرفوا أنه في منتصف فبراير لما علنوا على الوهدة الخامسة لبوتفليقة كان هناك يأس كبير جدا وقلت للناس أني لما قلت للناس كما هكذا أني بعد ساعة ولا نتكلم معكم لايب شوفت بعض التعليقات كانت أكثرها يائس غاضب زعفان واستعجبت لماذا يومها قلت للناس لماذا أنتم تغضبون بالعكس هذه حاجة مليحة قلت لما لا أعتقد العهدة الخامسة ستكون لكن مع ذلك هما لا يوجد في العهدة الخامسة هذه حاجة مليحة لا تحسبوا شر لكم لا تظنوا باللي حاجة مليحة منظنوا باللي حاجة سيئة بالعكس وهاكم رأيتوا لو كما رحوش العهدة الخامسة هل كنا يقوم هذه الانتفاضة هذا الحراك هذه الثورة هذا الغرب هذه المظاهرات وتشوفوا رواحكم وقوتكم بالملايين نشوفوا نفسنا بالملايين يا أخي قبل 22 فبراير كنت تقول له واحد بالله 100 واحد رح يظهروا الجزيرة ما يمنكش يوم دار كله الناس بالملايين حتى العالم رأوا منبهر ليس فقط بالعدد وإنما بالتنظيم بالحضارية بالشعارات بالمواقف منبهر العالم لماذا تغضبون عندما يعطيكم الخصم فرصة فرصة ذهبية يعطيكم عصى لتجلدوه بها يعني جلد تجلدوه جلد لماذا تغضبون بالعكس هذه حكومة بدوي طاونة أوكازيو طاونة فرصة استثنائية إذا كانوا هاد اليومين ثلاثة مروا فيها وبدأت بعض الناس بتقول لك كيفها والقايد صالح والصراعات اللي موجودة وهي صراعات حقيقية وبعض الناس يجوا وطبعا مع الذوباب الإكتروني ولا وحتى يدروا الذوباب الفعلي عمس مثلا أكثر الناس اللي خرجوهم لغروند بوست ورحت الشرخ تصور فيهم هم جنود هم جنود يعني دار كان لي دار كان لي مخابرات كان لي جنود مساكن لبسهم سيفيلة يلبس سيفيلة ورحت ورحت الظاهر من أجل القايد صالح يجب دائما أن تتذكروا باللي الغباء هو واحد من جنود الله سبحانه وتعالى باش يدمر الظالم يدمر المجرم يدمر المفسد في الأرض هذا نظام هذه عصابة ليست فقط فاشلة ورديئة كل تعرفوا بعد تفاصيل هذه عصابة زادت عليها أنها في قمة الحمق قمة الغباء قمة العتاة والسفة قمة علينا أن نفرح لمواقف مثل هذه لأنها تزيدنا قوة تزيدنا مع بعض تشدنا مع بعض أكثر ما يقدروش يفرقونا وتزيدنا تصميم وإصرار وعزيمة وتحدي تزيدنا كل هذا مرحبا بالفاشلين مرحبا ببدوي التافه ومرحبا بالوزراء المجرمين اللي جوا معه شفت القائمة بمجرد ما لقيت نظرة على هذه القائمة تأكدت أنه لو كنا نحن ساعدناهم بش يديروها لو كان ما وصلناش لهذا الوضع القائمة تقريبا كلها كلها انتع سوفهاء مجرمين لصص كلها ويعرفهم الناس يعني أي واحد يدير بحث سريع على الانترنت يخرجهم كلهم بواحد بواحد واحد بواحد لماذا قاعدين يديروا غير في هذا برغم أن تبدو بعض الأسماء جديدة بالنسبة للناس نعم تقمrei لكم الأسماء جديدة لنقاعدين يديروا غير بعضهم نقاعد جمعت كيلوب دي بان وجمعت الفرامجية كما يسميه واحد من خوطنا وجمعت الكاشير لكن على مستوى كبير ماهوش على مستوى ذو الصغر قاعدين يديروا في نفس المكان جيب موسى لحاج حط الحاج موسى جيب موسى لحاج حط الحاج موسى وبالتالي أنا سعيد بهذا الخبر تعهد الحكومة لأننا نقول لكم من قدوة تشوفوا المظاهرات والاحتجاجات ستكبر وستزداد قوة وستزداد تحدي وهذا الذي كنا نريد وكأن النطر سوفل نفس جديد لهذه الانتفاضة المباركة فلا تحزنوا بل بالعكس علينا أن نشكرهم شكرا يبدوا التافه فقد أعطيتنا فرصة أخرى لكي يكون الجمعة القادمة الملايين اللي شفتوها عمركم اللي شفتوها ولكي يكون من قدوة من قدوة تشوفوا تشوفوا العداد الجديد اللي ستخرج وتشوفوا التصميم والتحدي الذي سيخرج من قدوة أنا برك ما نصحش الناس بمظاهرات الليل مظاهرة الليل فيها كثير من الخفافيش ويقدروا يدخلوا للخفافيش بسهولة حتى وين خرج بعض الناس عن حسن نية إذن بتعدينا مظاهرة الليل إذن من قدوة سيكون مزيد من التصميم سيزيد من الإسرار وسيكون بالنسبة لجنيرالات القايد الصالح ومن معهم من جنيرالات خلاص ما تقعدواش تدرونها في الأخر المفرخ طبعا كثير لما شافوا اسم القايد الصالح أنه موجود كذا أول حاجة تشوفها أنه رئيس الحكومة هو اللي هو الوزير الأول ما بعد يأتي القايد الصالح المفروض أن القايد الصالح نيب وزير فقط المفروض يجيوا آخر قائمة لكن هذا برك مرة أخرى يوري لكم من هو قلب السلطة في البلاد جنيرالات شوفتوا علاش قاعد نقول أكثر من 24 سنة لجنيرالات لأني أعرف حقيقة السلطة وعرف دقائق تفاصيلها إذن شوف قايد صالح دج ما ضايعش وقتك ووقت شعب جزائري رأي جاتك فرصة ذهبية باش تسلك انت والجنيرالات اللي معك فرصة ذهبية حقيقية هني نقول هارك ونجدد هارك مجديد حتى بعض الناس راهم يقولوا لي وقل يا در الديل وقل يا راكم كذا آية معلش الناس را يتعرفني ما نش أنا اللي ندير الديل والناس را يعرف هاد الأمور صح نيجدد للك الكلام قايد صالح شوف الناس راهي ما تعطي لكش انترك تضن بل الناس تخرج ترفع صورك وتقول قايد صالح بعد ما درت الباين تعل بارح باين تعل بارح مازال ما فيه ولا شيء لا شيء بل بالعكس البيان تعل بارح لكم ما تتبعوش خطوات عملية سيصبح ضدك لأنك انت في البيان تعل بارح أشرت أشرت إلى أشياء كثيرة وكان فيه فيه هجوم مجموعة تريد أن تفعل كذا وكذا وجاءت قناة الشروق اللي راهي ناطقة باسمك الآن واللي راهي تلعب وتعبث وتحط السم في العسل جاءت شرحتنا خطاب صالقيد صالح قالت أن المجموعة هذه فيها السعيد وفيها توفيق وفيها الترطاق وفيها الفرنسيس عندما تقول هذا الشيء يعني نحن أمام خيانة عالنية عندما تذكرون أن كان السفير أو كان الرئيس المخابرات أنت على السفارة الفرنسية في الجزائر اجتمع مع هؤلاء وما تأخذوا حتى قرار وأنتم تقولوا نحن نحموه في البلاد ونحن نحربوه في الإرهاب ونحن نديروه ما نشعر فيه كذا فإذا لم تتخذ قرارات في ذمنا 48 ساعة المفروض تكون في 24 ساعة لكن عندك أقصى حد من ربما من هنا الغضوة الصباح إذا لم تعتقل هؤلاء فالناس سيعتبرون أنك أنت يا إما تكذب يا إما في الحقيقة أنك تخادع وتتلاعب قلت صارح لا نتلاعب الحواجة الجوسسة هؤلاء إذا كان كما قالت قناة الشرق لرهي ناطق باسمك إما ما قالت قناة الشرق صحيح وبالتالي كان عليك أن تبعث لهم القوات الدرك الخاصة هذه اللي رك دخلتها لكثير من المراكز الحساسة وما فيها مشكلة لأن تكون هذه القوات في المراكز الحساسة وما فيها مشكلة لكن كان المفروض أنك ترسلهم مجموعات وتعتقلهم والبارح يباتوا في السيلون ما فعلتاش البارح عندك الليلة لكن الناس ليس ستنتظر كثير لأن موضوع الجوسسة وارتباط فرنسا مع رئيس المخابرات السابق ورئيس المخابرات الحالي والرئيس العملي سعيد اللي هو خرج حكومة التافه بدوي اليوم فيهاش لعب يا قايت صالح ويا جنيرال تلعب معاه يبدو أنا عندكم خلل تمدوا معلومات خطيرة جدا وتتحدثون عن تآمر وتتحدثون عن 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 ثم لا تفعلون شيء حتى تحكيوا تليقالوا واللي اعتقلوا في المطار خرج قبل شوية قال لا ما اعتقلوني شراني هنا ثم خرجت اليوم معلومة سيخرج الشعب ليساند الخطوات ليس الأشخاص اذا اعتقلت سعيد وتوفيق وترطاق ويحيا وحداد وتحكوت وكل اللصوص كبيرهم وسغيرهم والعقل الكبار يخلنهم صغاري في حدود 150 واحد اذا اعتقلتهم وانتم مارك معارفين وفي القوايا وفي الأسماء واليوم كنتوا مراسلين الدرك للتروة 140 والكلوب دي بان والشيراطون والأخرى هذي كموريتي وكلش وش كنتوا تديرو يعني اذا لم تعتقلوا هؤلاء فالناس اذا اعتقلتهم الناس رح نساندوا الفعل وليس الفاعل واذا اضطروا اذا شافوا تدخل خارجي مثلا فرنسا جدا فعليهم امريكا من يش عارف شكون الشعب سيقف معك لان في هذه الحالة الناس يقولوا والله هذا حبس لصوص وشزن لصوص وجواسيس ومفسدين ومجرمين فرح نوسى يالله ندافعوا لي حتى ولو كان ماضي سيء الناس ستنسى الماضي وستقف لحظة الحاضر للدفاع عن من يدافع الوطن بغض النظر عن ماضي اما انت قعد تستنى بللي الناس يخرجوا يعطيك تفويض كما السيسي جزين يتعلموا تعلموا من تجارب ماضية في التسعينات وراهم يشوفوا وش صراحة في هذه البلدان البائسة اللي ذبحوها حكوماتها واللي حتى لما انتفضت جاءوا ورجعوا القوة الثورة المضادة ورجعوا الجنرالات وشوفوا وش را يدير السيسي في مصر لن يأخذ اي كان اي كان مدني او عسكري تفويض المطلق الشعب هو الذي سيرى درت مليح صفقنا لك احسنت درت حاجة مليحة قلنا لك احسنت درت حاجة مليحة الناس يقول لك لا أسعت توقف الحاكم ليس مقدس وليس مطلق وليس يدير مليح الناس تشكره وإن كان هذه خدمته ما يديرش مليح الناس تخفلوا هذا في الدين عند المسلمين عند الكفار عند اللي يعبدوا البقر عند اللي يعبدوا اللي ما يعبدوا ولا شيء المنطق منطق الأشياء يسموه هذا هو إذن قايت صار خليني نعود نذكر لديك الوقت ينفذ كتبت هالك قبل حول يسبوعين قلت لك الوقت ينفذ يجب أن تكون هناك خطوات عملية سريعة وسريعة جدا لأن الغضب اليوم بعد هذه الحكومة غضب الناس ربما لا يصلك ولا تتصور ما هذا يعني في الوقت اللي الناس في هذا في هذا تريد رحيلهم ترحلوا يعني ترحلوا وعار عليكم استقواب الخارج يا خونا وووو تزيد تعين حكومة وكأن شيء لم يكن هذا استفزاز بالغ الحدود مع ذلك أقول لإخواني هذا استفزاز جيد نحن نفرح به ونسعد به ولعلكم تشوفوا في وجهي الآن راهوا مبتسم على غير العادة لأن الشعور بما نمر به من حرج ومن واقع ومن شدة يخلي الإنسان أحيانا لا يستطيع أن يبتسم لكن صدقوني أنا مبتسم اليوم هذا موقف بتاع الحكومة هذه سيذكر التاريخ أنه زاد أشعلنا تحديا وصمودا وإصرارا على رحيلكم وعلى استرجاع الوطن وعلى الدفاع عن هذا الوطن وعلى تقرير مصير الشعب أن يقرر مصيره بيته إذن إخواني لا تنزعجوا لا تستفزوا لا يستفزونكم ما يقلقوكمش ما يزعجوكمش أعطاونا فرصة هذا الشغل كما هذا اللي يعود اللي أبو في مات يجي الخصم يعطي لك باش تيري أعطاونا نتع الصح باش نسجلوا أهداف من غدوة بإذن الله يخرج الناس ترفع الشعارات بيقايد صالح بين الشعارات الوقت ينفذ يا إما تتخذ القرار الصحيح أنت ومن معك من الجنرالات الآن وإلا رح يفوتكم الحال على قول المقبور اليمني فاتكم القطار نخشى أن نقول لكم يوما عفوا نخشى أن نقول لكم يوما فاتكم القطار فاتكم القطار كل عمالكم اللي رحكم تديروا فيها جي متأخرا خرجوا الشعب قبل ما يخرج الشعب الناس كانت ما تتوقع أنكم تروحوا للعهداء خامسة رحتوا للعهداء خامسة درتوا استفزاز هائل للناس جاءت 22 فبراير كنتوا تظنوا ما يخرجواش حتى 101 خرجوا لكم مئات الألاف ثم كنتوا تظنوا باللي ما يزيدواش يخرجوا الناس خرجوا لكم في الجمعة اللي بعدها بالملايين ثم أصبحت كل الجمعات بالملايين واحدة الجمعات تجاوزت العشرين مليون حسب حتى مصادر أجنبية لكن بعدين قلتوا خلاص ما فيش عهداء خامسة عهداء رابعة تزيدوا لها يعني كل مرة أنتم متأخرين ومتأخرين كثير ولذلك أنا أنصح كقاية صالح بصدق بصدق وهي أنك أمامك ساعات يوم يومين على أقصى تقدير والمطالب واضحة تلقي القبض على العصابة المدنية وهم في حدود مئة وخمسين واحد هذا قلب العصابة المدنية تجمد أموالهم تضع قوائم المنع من الخروج لحوالي ألف شخص على الأقل تشدد الحدود والموانع والمطارات بحيث لا يتم تهريب أي إن كان لا تهريب الأموال ولا تهريب الأشخاص تمنعون في البنوك أي تحويلات هذه من بين الأشياء نستطيع أن نضع لك قائمة كاملة بما يجب فعله إذا لم تفعلها في اليومين القادمين الناس سترفع الشعار القادم يوم الجمعة قاية صالح ترحل معاهم كرهن رغبة أو رهبة حبا أو كرهن سترفع الشعار ضدك وضد الجنرالات الآخرين ليس هناك وقت لتضيعه تعتقدون أنكم ضيعوا الوقت لأنه رمضان بعد شهر الناس راهو يجي مش رمضان فقط قلت لها لكم مرة لو كون جيبوا الصين والهند باش تحميكم لن تنجوا من الشعر انتهى انتهى الموضوع صبروا الناس عليكم صبر أيوب لكنكم تعبثون إذا نصيحتي لجنرالات البلاد أنا أمامكم قليل من الوقت ولي القضاء أنصح القضاء كبار القضاء وصغار القضاء مهما كان أبدأوا في إصدار هذا لموندا داري أبدأوا في إصدارها أنتم أحيانا تصدروا موندا داري على واحد سرق تليفون موبايل والله على واحد متهم أنه ما نشعر تضرب واحد في الطريق والله يعني مش معقول أنكم الآن وقد حرركم الشعب يا قضاء البلاد تبقوا مرعوبين وخايفين يجب مجموعة من القضاء يقولوا لازم رحوا شوفوا بوتفليقة الآن أنسوا المجلس دستوري هذا مجلس لصوص لازم تقولوا رحوا شوفوا بوتفليقة الآن ولازم تصدروا لموندا داري لهذا المجرمي الكبار ولازم تبعثوا لأولا بوليس إلى جي دي سيار باش تلقى عليهم القبض إذا ما قامش قاية صالح يقوموا بها القضاء ويستحسن يقوم بها القضاء في الحقيقة لكن نحن نعرف أن قلب السلطة هو ما عند الجنيرالات إذن إخواني باش نلخص وننهي هذا الموضوع حتى لا أطيل عليكم لا تغذبوا من هذه الحكومة هذا أمر ممتاز أطعونا فرصة هائلة يزيدوا جمعونا أكثر يزيدوا وحدونا أكثر يزيدوا خلونا نكونوا أكثر إصرار وأكثر تحدي هذا واحد الأمر الثاني هذه الحكومة ساقطة وستسقط وسترون إن هي إلا بضعة أيام وستسقط على أقصى تقدير بضعة أسابيع هذا يضرحوا بعيد قناعتي بضعة أيام الأمر الثالث بالنسبة للقاية الصالح والجنات اللي معاه رهي جاتكم فرصة باش تكفروا على ذنوبكم السابقة باش تنظفوا الفساد هذا العصابة المدنية اللي جبتوها ابتدان 92 خاصة و99 أكثر فأخذوا فرصة قبل الله فيها ملاحظة هو أن مطلع مامرة اختافة من هذه الحكومة طبعا لخلفه هذا أبو قادم وأنا نعرفه هذا مرة أخرى خرج المدرسة الوطن لإدارة بكل أسف مفسد وحد آخر يعني متافه آخر ليس بعيدا عن بدوي اللي هو أيضا خرج المدرسة الوطن للإدارة وهذا كلهم بالمناسبة يعني كانوا معايا أو كانوا بعدي بسنة أو سنتين قبل بسنة أو سنتين يعني نعرف كل هذا الأصناف يعني كاي الناس تخرجوا المدرسة الوطن للإدارة يعني لهيب من الذكاء يعني عقليات حقيقية في التفكير في الإدارة في الاستراتيجية في أشياء كثيرة رههم مبعادين كاي اللي رههم مازال من هم شايف تبيرو ومدير طرعي أو سكرتير جنيرال أو حتى والي بينما كلما كنت فاسدا كلما كنت مجرما كلما كنت غابيا كلما أعطاوك مناصب عليا إذا نمطلع ما أمره اختفى رأيكم نشوف هنا الأخضر الإبراهيمي وكانه اختفى في الحقيقة نمطلع ما أمره اختفى والأخضر الإبراهيمي لأنكم سحتم بهم الأرض في الجمعة اللي فاتت واللي قبلها وخاصة عار عليكم الاستقواء بالخال ذلك الشعار دمرهم تدمير هائل وفضحهم فضيحة هائلة وأنهاهم لكن أنهاهم في العلن هؤلاء خفى فيش رأيكم اختفوا من العلن ليعملوا في الظل وفي الخفاء كما جارت العادة كيرا نظلع ما أمره كيرا أخضر الإبراهيمي كبار الخوانة هذا من كبار الخوانة هذا خدامين خماسين تعالقوا الكبرى تعالقوا السعمارية وحيانا حتى تعالإمارات السعودية مش حتى حاجة كبيرة يعني مرات إذن صحيح سقطوا لكن نرى هم في الخلف تراجعوا باش يمكروا بطريقة ربما أكثر يكون فيها أكثر هدوء بالنسبة إليهم سواء كنتم في الخلف أو في الأمام كنتم في الظلام أو في أمامنا انتهت هذه العصابة انتهت وسترحل فقط الجنرالات ممكن أن ينجوا لفيدهم القرار الآن إذا اتخذوا قرارات الشعب يريدها ويريدها الآن وكما قلت حينما تتهم قائد المخابرات والرئيس الفعلي للبلاد ساعد بوتفليقة والقائد السابق للمخابرات بأنهم كانوا مع مسؤول فرنسي كبير ولا تلقي عليهم القبض فإنك إذا تأخرت ستعتبر أنت أيضا متواطئ معهم وسينظر لك الشعب بأنك كنت متواطئ معهم هياكم الله أخواني إنما كنتم السواعي كونحة الله وبركاته